حضراتكم معنا في فيديو جديد معكم احمد اسامة من اكاديمية تاسي وزي ما متعودين دايما بيكون عندنا تحليات وفرص جديدة خاصة بالسوق السعودي وسوق الاسهم الامريكي فلو اي حد عنده استفسار يقدر يسيبوا في الكومنتات وهيتم الرد على حضراتكم في الفيديوهات القادمة. وطبعا تقدروا تتابعونا بشكل مستمر على قناة تليجرايم اللي هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في اول كومنت. هنتكلم النهاردة عن سهم الرجحي وفرصة محتملة جديدة على السهم خلال الفترة القادمة طبعا السهم بيتداول في منزو شهر يونيو الماضي بنكون كما موقعان اعلى من بعد بشكل مستمر. التصحيحات نقدر نقول انها متساوية بشكل كبير الى الان ودايما لما تلاقي ان الاتجاه الموجود التصحيحات بتاعته متساوية وبنفس الشكل اعرف ان الاتجاه ده مازال فعال وما زال لم يقترب منها وبشكل عام ابتدنا نشوف تصحيح خلال الايام الاخيرة من مستوية التسعة وتمانين فاصلة تلاتة ودي كانت بتمثل مستويات عرض فرعية بالنسبة للسهم اللي هي المستويات دي تحديدا وصلنا او قعدنا اختبار بها مستويات تبادل ادوار او الفليبزون الموجودة حول مستوية ستة وتمانين فاصلة ستة مستوية وتمانين فاصلة ستة كانت مستويات مقاومة تحولت الى دعم بعض اختراقها وبناء عليه السهم رجع وصلها او قعد اختبارها زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده ابتدى يتصارع في الاتجاه لصاعد مرة تانية واقتربنا او وصلنا لمستويات التمانية وتمانين فاصلة تمانية من المتوقع ان يكون معنا فرصة شرائية جديدة في حالة اختراق مستوى التسعة وتمانين فاصلة تلاتة ده المستوى اللي هنركز عليه الفترة الجاية لو قدر السهم ان هو يغلق اعلاه بشامعة كاملة هتكون فرصة شرائية جديدة حاول السهم قبل كده ان هو يختارك المستوى ده زي ما شايفين هنا لكن لم ينجح عشان يعيد تصحيح او يعيد اختبار منطقة الفليبزون لكن مع التصحيح الضعيف اللي حصل يعني دايما لما يكون عندك مستوى مقاومة قوي بالشكل ده وتلاقي ان التصحيح بتاعه كان ضعيف بالشكل ده وبعدين يرجع السهم يصعد من جديد اعرف ان التصحيح فشل او منطقة المقاومة دي تعتبر انتهت فبالتالي مع اختراق مستوى التسعة وتمانين فاصلة تلاتة والاغلاق اعلى بشامعة اربع ساعات او بجلسة التداول كاملة هيكون عندنا فرصة شرائية جديدة نستعرف بها مستوى الاتنين وتسعين فاصلة سبعة اللي هكون مستويات المقاومة القادمة بالنسبة لنا. آآ آآ ولو تم اختراقها هيكون عندنا اهداف اكتر من كده بكتير. لكن خلونا نقسم اهدافنا اولا عند الاتنين وتسعين فاصلة سبعة. لان لو تم اختراق الاتنين وتسعين فاصلة سبعة بعدها مش هيكون عندنا اي مقاومات بتواجه السهم غير عند مستويات المية واتنين. ففرصة في اطار التكوين في الوقت الحالي هنتابع السهم خلال تدولات الاسبوع. وخاصة خلال جلسة الغد ان شاء الله. اتمنى لكم كل توفيع. ولو زي ما قلنا لو في اي حد عنده استفسار بخصوص سوء الاسهم السعودي او سوء الاسهم الامريكي. يقدر يسيقوا في الكومنتات وهيتمر ردة على حضراتكم. كان معكم احمد اسامة من اكاديمي التاسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.